بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أحبابي في الخير نحبكم في الله ونروي لكم قصة يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان ثلاثة نفر من قبلكم هؤلاء الثلاثة كانوا يسرون في السحراء وكانت ليلة مطيرة يكثر فيها الأمطار فلم يجدوا مكان يدخلوه إلا غار فدخلوا داخل الغار فجاءت سخرة من أعلى الجبل وسدت الغار سكتت أمام باب الغار فسدت الغار فلم يستطوعوا أن يخرجوا فاتفقوا فيما بينهم أن ليس هناك سبيل للخروج من هذه المشكلة إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأحب الأعمال الخالصة التي كان يعملوها من قبل دخلهم الغار فجاء الأول وقال اللهم أن كان لي أبوان شيخان كبيران وكان هذا الرجل من عادته أنه يرجع من العمل ومعه إناء الحليب ليسقي أباه وأمه أول شيء ثم تشرب زوجته وأولاده فرجع متأخرا ووقف بجوارهما وكره أن يقزهما لما ناما وأولاده حواليه يعني يصرخون ويطلبون منه أن هم يشربه فرفض هذا الرجل وظل بالإناء واقفا حتى استيقظ أبواه وشربه ثم شربه وزوجته وأولاده فقال اللهم إن كان هذا العمل ابتغاء وجهك الكريم ففرج عننا الصخرة فانفرت الصخرة قليلا ولم يخرجها لم يستطيع الخروج ثم جاء الثاني وبدأ يحكي ويقول اللهم إن كانت لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب رجال النساء فجاءت في مرة وكانت تمر بضائقة مالية وطلبت مني المال فراودها عن نفسها ولما بلغ منها مبلغ الرجل من زوجتي قالت له اتق الله ولا تفد الخاتم إلا بحق هنا تذكر الله سبحانه وتعالى وخاف من الله ثم قام من عليها وعطاها المال وأحسن عليها وقال اللهم إن كان هذا عملا خالصا لوجهك ففرج عننا الصخرة فانفرت الصخرة قليلا ولكن لم يستطيع أن يخرج ثم جاء الثالث وقال اللهم إن كان لي أجراء يعني هذا الرجل كان صاحب عمل وكان لي أجراء كثير ففي آخر هذا اليوم كل منهم أخذ أجرته إلا هذا الرجل ترك أجرته وصافر ثم بعد مدة رجع إلى هذا الرجل صاحب العمل وقال له اعطيني حق هذا اليوم فقال له اذهب إلى اذهب إلى هذا المكان وخذ البكر والإبل والغنم الموجود هناك وكان عنده أغنام كثيرة وبكر كثير وإبل كثير فقال كل هذا من حقك فقال له الرجل أتستهزأ به قال لا بل هذا حقه فأخذ هذا الحق وقال الرجل اللهم إن كان هذا عملا خالصا لوجهك الكريم ففرج عننا الصخرة فانفرت الصخرة وخرج الثلاثة وهنا نأتي لفوائد القصة أول هذه الفائدة الدعاء أن يتضرع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في الصراء والضراء قال الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم الله يستجيب دعاء العبد فالأولى بنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤسر أمورنا وأن يسلح أعمالنا ثم الفائدة الثانية وهي الإخلاص أن تخلص عملك الصالح لله سبحانه وتعالى لا تبتغي من الناس شكرا أو رد لهذا المعروف